رحبت مصر بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي عن كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد الملف والمستشار عقل صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية ثمنت مصر ما تضمنه البيان من تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني لبي وكذلك تولي مجلس النواب ممارسة صلاحيته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيرة باعتماد القوانين الانتخابية المحال إليه من لجنة الستة زائد ستة بعد استكمال أعمالها بالإضافة إلى دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمصار السياسية وجددت مصر دعمها الكامل لمؤسسة الدولة الليبية عند طلاعها بمهامها من أجل استفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتزامن في ليبيا في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر